ولذا تجدون الشارع لحل هاي الاشكالية اشكالك اشكالية لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ماذا فعل? خلوا ذهنكم عزنا ماذا فعل? عندما جاء الى الركن الاساس لتنظيم الحياة الاقتصادية والمالية الناس لاجاد التوازن ماذا فعل? قال ان الزكاة واجبة خذ من اموالهم صدقة بها مجال هذه لو ما بها مجال ابدا ولكنه عين موارد الزكاة او لم يعين هو القرآن القرآن عين او لم يعين ما هي موارد الزكاة في القرآن? بماذا تتعلق الزكاة في القرآن؟ الجواب لا يوجد ابدا لماذا لماذا لانه عزيزي انه لا يمكن ان تتعين موارد الزكاة يعني متعلق يعني مصاديق الزكاة لماذا لان الاموال في المجتمعات تختلف من زمان الى زمان اخر في زمان قد تكون الاموال عمدتها وعمودها الفقري ما هي? قلوا معي في زمان صدر الاسلام ما هي العمود الفقري للاموال في المجتمع الاسلامي في صدر الاسلام? شنو هن مولا? هن هذا الامور التسعة التي وضعها رسول الله. انت عندما تأتي الى المجتمع المدني تجد هذا المعنى بشكل واضح الابل الغنم البقار الحنطة الشعير التامر الزبيب الذهب الفضة و رسول الله وضعها وضعها بعنوان انها هذه هي الزكاة يعني حتى لو ذهبنا الى مجتمع الدول الاسكندنافية اللي لا يوجد فيها الا ولا واحدة من هذا الاموال ابدا خذ زكاة شنسوي له هناك اموال ها انعطي الكتاب الزكاة الجواب لا الاعلام مشهور العلماء قالوا هذن امور تعبدية نحن نعتقد وانها امور ولائية لا على مستوى البحث النظري بل نفتي على ذلك ايضا نقول هذا الشارع في ذاك الزمان وفي زمان ولذا ولذا خار الاعلام في زماننا انه في النقود الورقية توجد زكاة او لا توجد زكاة في ذاك الزمان الشارع وضع الزكاة على ماذا على الذهب والفضة وكانت هي النقود المتداولة الان في زمان بعد الذهب والفضة متداولة كنقود او غير متداولة غير متداولة شنو المتداول مولا تضع فيها الزكاة او لا تضع على مبانيهم تجيب او لا تجيب اذا كانت دولة من الدول اعزائي لا حمطة اعدها ولا شعير ولا تمر ولا زبيب وانما اعدها حبوب اخرى اصلا 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 اعدها تمن الدولة كلها قائمة على جنو على الارز اصلا ماكو ماكوش زكاة واذا يوجد هماتينة يشكل عم سروة اساسية ولا يشكل لا لا يشكل توجد زكاة ولا توجد زكاة لا توجد احد الانعام الثلاثة توجد انواع اخرى من الحيوانات تشكل العمود الفقري الاقتصادي ماذا البيان توجد زكاة لا ولا توجد زكاة الاعلام قالوا لا لا توجد زكاة نحن اعتقد لا فان ولي الامر لابد ان يقف على الثروة الاساسية في ذلك المجتمع وعلى اساس ذلك يضع الزكاة بالنصب التي يريدها وبالشروط التي تحقق التوازن الاجتماعي ولذا مؤموم فقط ما معتقدين ان هذه الامور التسعة ليست تعبدية حتى نصبها وشروطها كلها امور ولائية كله لماذا كله لماذا هذا كله لماذا لانه الشارع قال ليقوم الناس بالقف لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ومن هنا تجد الوقت بدأ ينتهي ومن هنا تجد ان الروايات في زمن الائمة المتأخرين من الامام الصادر والرضا وبعد ذلك تركيز شديد بروايات كثيرة ان لم اقل متواترة كثيرة على وجوب الزكاة في مال التجارة كل مال اعد للتجارة اهل البيت وضعوا فيه ماذا الزكاة ولكن الاعلام لانهم جعلوا ما فعله رسول الله امر تعبدي جزء من الشريعة يعني جزء من العناصر الثابتة فاحتاروا ان هذه الروايات ماذا يفعلون بها فاما حملوها على الاستحباب واما حملوها على ماذا على التقيم هذا كله من شاءه ماذا من شاءه ان ما ذكروا او ما جاء في فعل رسول الله تصوروه انه عنصر ثابت ولكن نحن نقول انه عنصر ماذا ها عنصر متغير عنصر متحرك عنصر غير ليس جزءا في الشريعة والروايات الان انا اقرأ روايتين ثلاثة في مال التجارة حتى تعرفون هذه الروايات اعزائي الاخوة متعددة كثيرة الروايات انا فقط اشير الى بعضها طبعا هذا عنوان سيد صاحب العروة قال فصل فيما يستحب فيه الزكاة مثلي اش قال الاول مال التجارة الاول مال التجارة ما هو قال وهو المال الذي تملكه الشخص واعده للتجارة والاكتساب به سواء كان الانتقال اليه بعقد المعاوضة او بمثل الهباء او الصلح المجاني او الارث واعتبر و و و الى اخره يقول سيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب الاحكام في الجزء الحادي عشر صفحة مئة وثمانية وسبعين يقول المرجع في صدق مال التجارة متعارف الناس كل ما قيل عند الناس انه ماذا مال التجارة بقيد التجارة يخرج ما ما اخذته لحاجتك الشخصية للاقتناء للاستفادة بعد هذا مال التجارة ومو مال التجارة تشتري سيارة مرة تشتريها للتجارة ومرة تشتريها ماذا لاستفادة الشخصية لانه من الموضوعات العرفية لا من الامور التعبدية الروايات والروايات قال انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال ان كنت تربح فيه شيئا فعليه الزكاة فزكه سألت الصادق ان الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها اموال مزمو تمر حنط والشعير ابل بقر لا ايما شيء صدق عليه ماذا والاموال امر ثابت لو متغير من زمان الى زمان ها قال عليها افضل الصلاة والسلام قال فعليه الزكاة كل مال عملت به فعليك الزكاة وعشرات الروايات في هذا المجمع ولكن لانهم فرض الاعلام انه هذيك الامور التسعة التي وضع عليها الزكاة رسول الله جعلوها من العناصر الثابتة من الامور التي هي جزء الشريعة فحارف الجمع بينها وبين هذه الرواية فذا ولكن نحن لانها اعتبرنا تلك عناصر ماذا متحركة فهذه متحركة وفي كل زمان ستكون متحركة